السلام عليكم هنتكلم اليوم على آلة الفاينال كتر آلة الفاينال كتر هي آلة تسمح لي باستخدام الأص الموجود عليها أني أص مواد متعددة مثل الفاينال وفيني كمان أستخدام لأجل الحفر أو النقش على المتريل الموجود عندي في المعمل الآلة الموجودة عندي مساحة العمل تبعيتها هي 70 سمت متر بمكان يتحكم فيها من خلال استخدام الشاشة الموجود عليها شاشة touch الآلة من يمينها تحتوي على مدخل USB اللي بحفظ من خلال وكلتها صميمة على الجهاز كلها تحتوي على مداخل ثاني لكن أنا بحسك لهم بالعادة مدخل USB من الطرف الثاني الآلة تحتوي على وسط الكهرباء الخاصة فيها الآلة طبعا مشترعة للكهرباء 220 والسويتش الـ ON والـ OFF طبعا الآلة لها رأسين للعمل رأس العليمين والرأس العليسار تحكم بمكان الرأس في استخدام الزبط تحكم اليوم ففي إلها رأس موجود على الطرف اليمين وفي عدة كمان رأس العليسار كيف فينا أفكرة واني أركب الرأس العليسار برخة البرق الموجود هون هنا بعدين أشيل الرأس هذا هو الرأس العندي بعدين أركب الرأس ثاني مكان ثاني مكان ثاني مكان يوقف عليه طبعا الآلة من الأولى العدد من الأذرع الموجود هاي الأذرع في عندي ضاع أكساسي هو بيثبت كل الأذرع الثانية زي ما أنا شايفين أو برخيه طريقة تركيب مادل باين فقط شيء الاندبال عندي يكون نزلها تحت بديني أمرره من الساحة تعمل ووقت ما يطلع من الطرف الثاني ثم بعدين وارفع دراء العمل مشان يثبتها ولكن الفاينل يكون ثابت مكان طبعا إلا ما يمكن إلا لمكتون الفاينل ثابت مكانه أنا إذا قصيت والفاينل مستثابتة فخلال عملية تحريك الراس سيصير معي إنه ممكن تطلع المتيريلي من مكانه تخرب عليك كل عملية تتبع بس تذكير بسيط عندما امتبعته عندي عندي خمس أذرع موجودة هون لازم أذرع هاي تكون بالنقاط البيضاء كيف طيب ممكن أحركه إذا كان اختلف مكانه أول شيء بطرخي دراع اللي وراء وبالخيفيني بعدين أحرك دراع اللي وراء برجع دراع اللي وراء برفعه لما أتغير مكان أذرع التثبيت وقتهم يثبتوا مكانهما فيهم يتحركوا طريقة استخدام الآلة النفسة زي ما أنقب شوي أنه أنا في عندي شاشة تتحكم زي ما أنقب شوي أنه أي تصميم بابعته الآلة باستخدام الـ USB Flash Memory عشان أبدأ مكان النقطة الأساسية رتفينا تتحكم فيها من خلال أسروم الموجودة عشان أختار التصميم البدي بروح على الـ USB بختار اسم الملف لوهاد بروح على اختار اسم الـ USB بختار اسم الـ USB بعدين بختار اسم التصميم اللي أنا بدي أشتغل عليه لو اعتبرنا هذا التصميم بضغط عليه مرتين عشان أبدأ بالتصميم بضغط على الـ Start Cut وضغط على الـ أشتغل أصر للتصميم أبدا نضغط على الـ حتى نضغط على الموجودة وضغط على التصميم بعدين نضغط على الـ التصميم الموجود بحال أنه أنا ما قدرت أني أتحكم بالأص نفسه يعني أنا عب أصب الآلة عب تحرك الراس لكن ما في أي شعب أصب معي فشو لازم أساوي بروح من قائمة الأساسية قائمة الأساسية للشاشة بروح على السبيد أن فورس من سبيد أن فورس في عندي عرضات الأساسية بشرع لها الآلة أول وحدة ليه السبيد هي السرعة تحريك الراس نفسه التاني ليه الفورس هي العمق أو قوة الحفر والأص الموجودة بالآلة بالعادة أنا بتحكم بقوة الفورس لكن أبل ما أتحكم بهذه العددات لازم دائما أتأكد من القيم تبعيتها من المساعدة الفني الموجودة عندي في المعمل فالآلة موجودة عندي القيمة اللي أنا عب أصب عليها 15 هذا الشيء بيختلف من آلة لآلة فبتمنى أنه نتأكد من المساعدة الفني من هاي النقاط بعدما أحط العددات اللي هي بتناسب للآلة للأص الموجودة عندي بروح على سيف بختار الاسم اللي بدأ أحفظ عليه مثلا قلنا نيمتو بروح على سيف والآن حفظت على هاي العددات بش أي مرة تانية أرجع القيمة الأساسي بتأكد نفس الإعدادات موجودة عندي طيب أنا تكلمت قليلا شوي أنه الآلة نفسها في إلها راسين للأص في عندها راس العليمين والراس على الإسار طب أنا كيف حارف أنه أنا بستخدم هاد الراس ولا هاد الراس هذا الراس طبعا للإسار الآن مش مركب على أي شيء لكن من إمكانكم تختاروا أي راس و تركبوا الأثنين على الراس الأصل الآلة طيب عندي الآن من الشاشة الأساسية Use R-Head أو Use L-Head أو Use Both Use R-Head اللي هو حيستخدم بس الراس الموجودة على اليمين عشان يصفيه الفوينيل Use L-Head وحيستخدم الراس العليسار و Use Both حيستخدم الأثنين نفس الوقت فأنا عندي الآن مختار أعدادات Use R-Head وخلال هيك المنبر على أمر الـ USB وأطبع أي نموذج فهو حيختار لي وحيقر الراس الموجودة على اليمين وحيقص لي باستخدامه